الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام حياكم الله أخواني الطلاب والطالبات في مادة توحيد واحد أهلا وسهلا بكم اليوم معنا درس جديد كما ترون على الشاشة السحر ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم أولا أن يتعرف الطالب على معنى السحر وثانيا أن يعرف الطالب كل أنواع السحر وثالثا أن يتعرف الطالب سبر الوقاية من السحر ما معنى السحر وهو أول عنصر في درسنا لهذا اليوم ما معنى السحر هذا معرفة الشيء مهم جدا لكي نحذره عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فنعرف السحر ونعرف ما هو وما هي خطورته لكي نبتعد عنه بفعله أو نبتعد أن نذهب إلى السحر الضالين نسأل الله السلامة والعافية فما معنى السحر إخواني وأخواتي السحر يجمع معاني متعددة وذلك لكثرة أنواعه واختلاف صوره ويمكن تعريفه بأنه عقد ورقى تأملوا معي التعريف جيدا فهو مهم جدا تأملوا هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فهي عقد ورقى وكلام هذا العقد والرقى والكلام إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون مكتوبة طيب ما نتيجتها يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا فأحدقه ثلاث أمور إما أن تقال وإما أن تكتب أو إما أن يكون عمل وإما أن يكون عمل نسأل الله السلامة والعافية هذه الأشياء الثلاثة إذا وقعت ما النتيجة يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فيقع في بدنه أشياء وأضرار أو يقع في عقله أو يقع في قلبه فيتأثر بهذه الأمور والسحر موجود في كتاب الله وأنه حقيقة ويؤثر حقيقة كما سنبين بعد قليل فهذا هو تعريف السحر فهذا هو تعريف السحر ويلحق بتعريف السحر أمور هي تابعة للسحر هي تابعة للسحر وهي من فروع السحر كما يقال الأمر الأول الكهانة والعرافة الكهان والعرافون هؤلاء من أخطر الناس طيب من هم هؤلاء الكهان والعرافون ما هي الكهانة والعرافة؟ تأملوا معي هي ادعاء علم الغيب ومعرفة الأسرار والأخبار والإخبار بما سيقع في الأرض وذلك عن طريق استخدام الشياطين السحر قلنا لكم أنها رقا وتعوذات هذه الرقا والتعوذات إما أن تكون كتابة وإما أن تكون متلفظة وإما أن تكون عملا لكي يؤثر في هذا المسحور أما الكهانة والعرافة فهي متعلقة بالأمور الغيبية ادعاء علم الغيب وهذا الادعاء يبحث عن معرفة أسرار وإخبار عن شيء غيبي هذا الغيب هو ليس غيب حقيقة فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى إنما حقيقة الأمر أن الله علم بهذا الأمر هذا الشيطان فهو في الإنسان قرين علم هذا الخبر فمن خلال تقرب هذا الكاهن وهذا العراف إلى هذا الشيطان والكفر بالله نسأل الله السلام والعافية فإن هذا الشيطان يخبره بأشياء عنده خبر عنها فهي في حقيقة الأمر غيب عند الكاهن فلكن الشيطان يعلمه فليس غيبا مطلق فحقيقة الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فتعريفه هو الدعاء علم الغيب ومعرفة الأسرار والإخبار بما سيقع في الأرض وذلك عن طريق استخدام الشياطين وأيضا مما يلحق بالسحر إخواني وأخواتي التنجيم التنجيم ما هو التنجيم؟ هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فالمنجم يربط ما يقع في الأرض من حوادث بحركات النجوم وطلوعها وغروبها وهذا ما يحدث الآن عند كثير من الناس نسأل الله العافية في مسألة النجم الفلاني ونجمك ما هو نجمك وهل سيكون لك خير وأنت ولدت في هذا النجم هذه كلها من التنجيم نسأل الله السلامة والعافية فهذه أمور غيبية خاصة بالله جل جل وعلا طيب ما الفرق بين الكهانة والعرافة والتنجيم؟ الكهانة متعلقة بالأمور الغيبية في الأرض مع الناس من أشياء اللي يحتاجونها الناس وأما التنجيم فهو يتكلم عن الأمور في الأحوال والاستدلال بالأحوال الفلكية بالأحوال الفلكية كالنجوم وغيرها كالنجوم وغيرها ومنها ما يحدث عند كثير من الناس مثل قراءة البنجال وغيرها من الأمثلة والصور فكل هذا من التنجيم نسأل الله العافية حكم السحر حكم السحر بلا شك أنه كفر وكفر أكبر مخرج من ملة الإسلام حكم السحر كفر وكفر أكبر مخرج من ملة الإسلام يقول الله جل وعلا وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة وشكال بعدها فلا تكفر فبيّن الله بصريح الأمر أنه كفر أنه كفر وذلك أن الساحر يعني لهذا جواب على سؤال السؤال ما هو يقول لماذا الساحر يكفر سؤال ما الجواب؟ الجواب وذلك أن الساحر يتقرب للشياطين ويشرك حتى يعينوه في سحره أو يتقرب للكواكب بزعم أنها تؤثر في الأحداث فالساحر لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا فهو يتقرب لهذا الشيطان بتقربات نسأل الله العافية أو يهين أشياء دينية كإهانته للقرآن وغيرها من الأمور لكي يعينه الشيطان على ما يريد من سحره وهذا هو الكفر لذلك حكم على الساحر بالكفر حكم على الساحر بالكفر وهذا كله شرك مخرج من الملة ما هي أنواع السحر إخواني وأخواتي؟ وللسحر أنواع النوع الأول ما هو كفر أكبر؟ وهو الأصل في السحر ما هو كفر أكبر؟ طيب كيف أعرف الكفر الأكبر؟ ما هو من هذا السحر؟ واحد إذا كانت وسيلته للشياطين الذي يتقربون إليهم بأنواع من القرابين إذا كان هذا الساحر يتقرب بوسيلة بأنواع من القرابين بأنواع من القرابين فيأتي إلى عمل من أعمال السحر فلا يفعل السحر حتى يتقرب إلى هذا الشيطان بقربان وهذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وكلكم يعلم الحديث الذي قرب ذبابا ذبابا فأدخله الله النار نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة فكيف إذا قرب بأشياء من ذبح لغير الله لهذا الشيطان ولهذا الساحر الفلاني وغيرها من الشياطين الذي يستعين هذا الساحر بهؤلاء الشياطين من خلال التقرب فإذا قرب هذه القرابين فهو كفر أكبر فهو كفر أكبر أما النوع الثاني كفر غير مخرج من الملة طيب ما هو الكفر غير مخرج من الله هو السحر الشعوذة والدجل وقد يكونوا بنوع من الأخلاط والأدوية بنوع من الأخلاط والأدوية وهذا من أنواع السحر بعض الناس يظنه ليس من السحر الدجل هو الكذب الكثير فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فسماها القراءة القرآن سحر هو سحر التخيل هذا السحر الذي يقع في الناس فيؤثر فيهم تأثيرا يظن أنهم يفعلون أشياء من خلال كذب ودجل وهو من الشعوذة والدجل وقد يكون بنوع من أخلاط وأدوية بنوع من أخلاط وأدوية يفعلها فيؤثر في الناس وهذا من أنواع السحر وهو كفر لكن كفر أصغر غير مخرج من ملة الإسلام غير مخرج من ملة الإسلام وهذا أيضا بعض الناس يتساهل فيه بشبب جهله ومعرفة الشيء يجعل الإنسان يبتعد ويحذر من هذا الأمر نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك السحر كفر وخروج عن ملة الإسلام ونقض لتوحيد الربوية والألوهية لأسباب عدة يعني نسأل سؤال بطريقة أخرى لماذا هذا السؤال لماذا السحر كفر ويخرج من الإسلام وأيضا لماذا ينقض توحيد الربوية والألوهية لماذا لأسباب ما هي الأسباب أولا أنه يتضمن دعاء واستغاثة بالشياطين يتضمن دعاء واستغاثة بالشياطين وقلنا أن الدعاء عبادة ولا تكون إلا لله جل وعلا فمن صرف شيئا لله لغيره فهو مشرك كافر فهذا دعا غير الله وهم الشياطين واستغاث بهم وهذا يدل على كفره أن الساحر وهو الثاني قد ينطق بكلمة الكفر كسب الله تعالى نسأل الله العافية من أجل إرضاء الشياطين والاستمتاع بهم فيفعل أشياء قولية كفرية إما أقوال وإما أفعال يفعلها ويقع في الكفر كالاستهزاء بالله أو سب الله جل وعلا سأل الله السلام والعافية تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا الأمر الثالث أنه قد يذبح لهم ويتقرب إليهم والذبح قلنا القاعدة لابد تكون معنا دائما الذبح عبادة لله وما دام الذبح عبادة لله فلا تصرف إلا لله لا تصرف لغير الله فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر لذلك نقض فيه توحيد الرغوية وتوحيد الألوهية الأمر أيضا الرابع قد يعتقد نفعهم وضرهم قد يعتقد نفعهم وضرهم وهذا هو الأمر الرابع الأمر الرابع قد يعتقد نفعهم وضرهم وهذا ما يقع عند السحرة وهذا ما يقع عند السحرة أنهم يعتقدون أن هذه الشياطين تنفعهم وتضرهم والعقيدة الصحيحة في عقيدة الربوبية أن الملك كله بيد الله فلا أحد يتصرف في ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى فكيف يستطيع الشيطان أن يتصرف في هذا الأمر فأنت جعلت له صفة من صفات الربوبية نسأل الله العافية لذلك وقع انتقاض توحيد الربوبية وأيضا انتقاض توحيد الروهية من خلال أن النفع والضر خاص بالله سبحانه فإذا نتج عن هذا فأنك لا تستغيث إلا به ولا تدعو إلا هو سبحانه لأنه هو بيده النفع وبيده الضر فمن صرف هذه لغير الله فقد وقع في الكفر ووقع في الشرك نسأل الله السلامة والعافية الأمر الخامس من أسباب ذلك أن يعتقد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم وهذا من أسباب أن الكواكب من يدبرها هو الله جل وعلا هو الذي يدبر هذه الكواكب فأنت جعلك تتصرف أشياء في الكون خاصة بله من أفعال الله جل وعلا لغير الله لذلك وقع في الكفر نسأل الله أن يعافينا وإياكم الأمر السادس أنه قد يهين ويهين ما أوجب الله تعالى تعظيمه مثل القرآن الكريم وقد وقعت في ذلك قصص كثيرة منهم من وضع القرآن الكريم في المرحاض نسأل الله السلام والعافية منهم من وضع دم الحيض على القرآن لكي يتقرب إلى هذا الشيطان وهذا من شدة دلالة من أكبر دلائل أن السحر كفر بالله كيف يكون بالله الله أمرنا بتعظيم القرآن وهذا يهين القرآن ويبقى مسلما لا يقبل هذا عقلا ولا دينا لذلك حكم بكفر الساحر حكم بكفر الساحر والأمر السابع أن الساحر يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب ومن ادعى علم الغيب فقد كفر لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله جل وعلا وهذا من أشياء الخاصة بالله جل وعلا لا يعلم من في الغيب لا يعلم من في الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وهذا اتصف بصفات للربوبية ولذلك وقع في كفر الأكبر وكفره بتوحيد الربوبية ويلزم منه توحيد الألوهية هذا نشاط دلة النصوص الشرعية على كفر الساحر أذكر دليلا من القرآن وآخر من السنة أما دليل القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فهذا دليل على أن الساحر كافر كفر أكبر وأيضا في أدلة أخرى كثيرة في السنة اجتهدوا أخواني وأخواتي في ذكر هذه الأدلة كحد الساحر كما قال عليه الصلاة والسلام حده ضربة بالسيف ضربة بالسيف وهذا يدل على أنه من الذنوب العظيمة ويبين على هذا الفعل وهذا الجرم وأنه أكفر نسأل الله السلامة والعافية سبل الوقاية من السحر بعد عرفنا عظمة هذا السحر وأنه كفر لأسباب سبعة ذكرناها وأنها تنقض توحيد الربوية وتوحيد الروهية تبدأ النفس الآن تقول طيب ما سبل الوقاية من هذا السحر كيف أقي نفسي من السحرة والساحرين والشياطين والمشعوذين كيف أقي نفسي منهم جاءت هذا العنصر المهم سبل الوقاية من السحر أولا وأول سبيل تقوى الله تعالى فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره فتقوى الله يحفظك الله سبحانه وتعالى وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين فلا يمكن يكون متقي ويكله الله إلى غيره فإن الله يتكفل بحفظه ورعايته بسبب تقواه يقول الله جل وعلا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ما النتيجة؟ لا يضركم كيدهم شيئا الله أكبر لا يضركم كيدهم شيئا بسبب الصبر والتقوى الصبر والتقوى أيضا الثاني الاستعاذ بالله تعالى من شياطين الإنس والجن فمن لجأ واعتصم بالله تعالى فإن الله يدفع عنه كيد الشياطين ومكرهم يدفع عنه كيد الشياطين ومكرهم وهذا من أقوى الأشياء العملية إخواني التي تقيك من الشياطين من السحرة كثير من الناس يهم يخشى من العين يخشى من السحر يخشى من الأمور التي تحدث عند الناس وينسى المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأحاديث كثيرة أن من قالها فإنه سيحفظه الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حفيظا سبحانه وتعالى من ذلك التعوذ بالمعوذتان المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس وأيضا سورة الإخلاص هذه الثلاثة إذا قرأها الإنسان صباحا ومساءا ثلاث مرات فإنه حفظ من الله لهذا العبد فمن قالها في صباحه ثلاث مرات حفظه الله حتى المساء ومن قالها في مسائه حفظه الله حتى الصباح وإذا حفظك الله لا يمكن يضرك شيء بل قال عليه الصلاة والسلام للسورة الفلق وسورة الناس ما استعيد بمثلهما ما استعيد بمثلهما فهي أعظم ما يستعاد به أن تتعوذ بالله أي تلتجع وتعتصم بالله من كل شيطان قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وتتعوذ أيضا بالفلق قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد السحرة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كل هذه يدل على أنها من أقوى الأسباب لحفظ الإنسان الأمر الثالث الإكثار وانتبه عند هذه الكلمة الإكثار من ذكر الله تعالى والمحافظة على الأوراد الشرعية كأذكار الصباح والمساء والأذكار المناسبات كأذكار النوم ونزول المنزل وغيرها ينبغي علينا أن نحفظ هذه الأمور لكي يحفظنا الله سبحانه وتعالى أذكار الصباح والمساء يأخذ الإنسان كتيب صغير ويبدأ يقرأ هذه الأذكار كل صباح وكل مساء هي حفظ لك بإذن الله سبحانه وتعالى من السحرة ومن غيرها من الشرور سواء شرور حسية أو شرور معنوية فهي حفظ لها حفظ للإنسان من هذه الأمور من هذه الأمور فالقلب إن كان عامرا بذكر الله تعالى وله من الدعوات والتعوذات ورد لا يخل به فهذا من أعظم الأسباب التي تمنع الإصابة بالسحر وابحثوا عن واقع الناس من كان يكثر من ذكر الله لا يستطيعون عليه السحرة ولا يستطيعون عليه الجن ولا يستطيعون عليه الشياطين لماذا؟ لأن عنده حصن قوي جدا كالدرع الواقي فإذا أراد الإنسان أن يأتيه بعين يرد هذا الدرع عليه فكلما قوي ذكرك كلما قوي الدرع وصلب وكلما صلب الشيء أصبح اتداد كالحائط فيأتي بالعين فيعيدها عليه مباشرة بسبب قوة تحصينك لهذه الأمور وهذه الأذكار العظيمة هذا نشاط اذكر مجموعة من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم نذكر لكم سريعا بعض هذه الأذكار المهمة من هذه الأذكار التعوذ كما مر معنا قل أعوذوا برب الفلق وقل أعوذوا برب الناس وأيضا من هذه الأذكار في اليوم تأملوا هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم مئة مرة انظروا إلى هذا الحديث أخواني وتأمل الشاشة من قال في هذا في مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما النتيجة؟ ماذا سيحدث له؟ انظروا كان له عدل عشر رقاب هذا واحد اثنين وكتب له مئة حسنة اثنين ثلاثة ومحي عنه مئة سيئة أربعة وكن له حرزا من الشيطان وهذا هو شاهد درسنا وأيضا حرز له من الشيطان سائر يومه إلى الليل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر كم واحد؟ يعني خمسة فضائل لذكر لا يتجاوز قوله أربع أو ثلاث أو أربع دقائق تقريبا أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في يومك يعني لا يشترط أن تكون في الصباح فقط في وقت اليوم في النهار فإذا قلتها كلما بكرت به حقيقة كلما كان حفظ وحرز لك من الشيطان وحصلت على هذه الأجور تخيل لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أن يأتي بمثل ما أتيت ويزيد بمئة أخرى بمئة أخرى وهذا مما يدل على عظم هذا الذكر وعظم هذا الأجر المترتب على ذلك أيضا إخواني وأخواتي من ذلك قوله صلى الله سلم من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي ومن قالها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح فهذه أذكار عظيمة يا أخواني ينبغي أن نحفظ ونحافظ على هذه الأذكار العظيمة بعد أن أخذنا درسنا أخواني وأخواتي نتحقق من فهمنا لهذا الدرس سؤال الأول وهي الدعاء وعلم الغيب ومعرفة الأسرار والإخبار بما سيقع في الأرض وذلك عن طريق استخدام الشياطين الكهانة والعرافة التنجين ما رأيكم؟ السحر بلا شك أن الجواب هو الكهانة والعرافة السؤال الثاني من سبل الوقاية من السحر تقوى الله تعالى الاستعاذ بالله تعالى جميع ما سبق بلا شك أننا أخذنا أنه جميع ما سبق جميع ما سبق والسؤال الثالث وضح حكم السحر مع ذكر الدليل بلا شك ذكرنا لكم أنه كفر مخرج من الملة والدليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نراكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته